غطى دخان ناجم عن حرائق الغابات التي تشتح كندا غطى مدينتين نيويورك وواشنطن الأمريكيتين مما دفع مدننا على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهوى وتسببت الحرائق الكبيرة في فرار أكثر من 20 ألف شخص من منازلهم في كندا وأحرقت نحو أربعة ملايين هكتار من الأراضي وللحديث أكثر ينضم إلينا من واشنطن مرسلنا عماد الرواشدة عماد أهلا بك يبدو الدخان من خلفك يغطي سماء واشنطن أطلعنا بداية عن الأوضاع هناك لديك في واشنطن وفي الولايات التي طاولها دخان حرائق الغابات في كندا وماذا عن المساعدات التي قالت واشنطن أنها جاهزة لتقديمها نعم بالفعل منذ يوم أمس بدأنا نشهد تكاثفا أو تصاعدا في كثافة الدخان الذي ترينه خلفي هنا يغطي تقريبا قبة الكونغرس مبنى الكابيتول لاحظنا اليوم بأن مستوى هذا الدخان يزداد هناك صعوبة حقيقية في التنفس لفترة طويلة في مثل هذه الأجواء وهذا بالضبط ما أشارت له السلطات الصحية هنا أشارت إلى أن مستوى التلوث في الهواء وجود الجزيئات الضارة وصل حسب مؤشر نوعية الهواء إلى حوالي 400 في مدينة مثل فلدلفيا أو إلى 370 في مدينة مثل نيويورك سيتي أو مدينة نيويورك وهذا رقم مرتفع جدا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن المؤشر بحدود 100 يكون غير صحي فوق المئة يكون تقريبا خطرا هو أعلى من مدن ملوثة بالفعل مثل نيو ديلهي التي لا يتجاوز فيها هذا المؤشر الـ 160-170 هنا نتحدث عن 400 وهذا يدلل على مستوى خطورة الوضع الآن هذا ما دفع السلطات الصحية هنا في الولايات المتحدة إلى مثلا السلطات وزارة التعليم دعت المدارس إلى إلغاء كل النشاطات الرياضية وإلى عدم إخراج الأطفال في الفرصة للخروج خارجا خشية أن يسبب لهم الأمر مشاكل صحية أيضا وزارة الصحة أشارت إلى أن من يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي من الخطر عليهم البقاء في الخارج تقريبا التحذير الذي صدر من الأرصاد الجوية يشمل كل الساحل الشرقي على المحيط الأتلانتي من فيرمونت شمال الولايات المتحدة بالقرب من الحدود الكندية وحتى ساوث كارولاينا وغربا حتى أوهايو وكنسس بالتالي المساحة كبيرة للغاية مساحة هذا الدخان الناجم عن الحرائق في كندا كبيرة للغاية سلطات الطيران أعلنت أيضا بضرورة الإبطاء في حركة الملاحة الجوية تحديدا فوق المدن مثل نيويورك سيتي أو فلادلفيا والسبب هو صعوبة التحليق في مثل هذه الأجواء التي حتى ناطحات السحاب في مدينة نيويورك التي عادة ما يمكن رؤيتها على بعد أميال الآن بالكات تراها حتى وأن تقريب منها بسبب كثافة هذا الدخان الذي يغطي ولايات الساحل الشرقي بشكل عام امتدادا حتى غرب البلاد كنا أعددنا تقريرا عن هذه الحرائق في الجارة الشمالية لنستمع له سويا لعل هذا المشهد الملتهب وإن كان مألوفا عند الكنديين في أعوام سابقة لكنه هذا العام الأسوأ على الإطلاق بالنسبة لهم يقفون أمامه عاجزين لا حول لهم ولا قوة في إخماده حرائق الغابات المستمرة منذ أشهر في المقاطعات الكندية امتدت شرقا لتلتهم الأخضراء والهشيم نيرانها المستعرة أحالت مساحات شاسعة خضراء إلى مناطق خالية من أي حياة تفاقم الوضع هذا وخروجه عن السيطرة دفع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تقديم العون والمساندة وإرسال فرق متخصصة لإخماد الحرائق يقول وزير التأهب لحالات الطوارئ الكندي إن ألسنة اللهب التهمت ما يقارب أربعة ملايين هكتار وأتت على أربعمائة وأربعة عشرة غابة أكثر من نصفها خرج عن السيطرة في إقليم كيبك الشرقي أحد الأقاليم الأكثر تضررا أغلقت الطرقات وتقطعت السبل إلى المناطق الريفية وأجلي ما يزيد عن أحد عشر ألفا وأربعمائة شخص فيه تتحدث سلطات الإقليم المنكوب عن تداعيات كارثية على البنى التحتية الأساسية لا سيما المتعلقة بالاتصالات وخطوط الكهرباء تداعيات هذه الحرائق وآثارها تسللت إلى الجوار وتمددت لتصل إلى الحدود الشمالية حيث الولايات المتحدة سحابة دخان رمادية خيمتها على نيويورك وحجبت شمسها ومنعت هواءها عن السكان كل ذلك دفع البيت الأبيض إلى إطلاق تحذيراته للأمريكيين ممن يعانون من مشاكل صحية لاتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الدخان المنبعث من الحرائق أكثر من مئة مليون أمريكي مشمولين في هذه التحذيرات في غالبية أراضي شمال شرق الولايات المتحدة من شيكاغو شمالا وحتى أطلنطا جنوبا إذن أشكر مراسلة تلفزيون العربي في واشنطن عماد الرواشدة شكرا جزيلا لك عماد شكرا جزيلا لك عماد شكرا جزيلا لك عماد